البداية من يومية الشباك والتي عنونت في صدر صفحتها الرئيسية رئيس ريال مادريد فلورنتينو بيراز يريد جعل البرازيلي نايمار دا سيلفا الخائن البرشلوني الجديد حيث نقلت اليومية عن صحيفة سبورت الإسبانية المقربة من النادي الكتالوني بالقول أن بيراز يريد خطف نايمار مثلما خطف النادي الملكي لويس فيغو عام 2000 نظير فسخ عقده بعد تزديد شرطه الجزائي وكتبت اليومية البرتغالي كريسيانو رونالدو يشترض رحيل ثلاثة أسماء من فريقه ريال مادريد بداية من المدرب الإسباني رافايل بنيتاز مرورا بالويلزي جاريت بيل وصولا بطبيب النادي خصوص أولمو اليومية أضافت نقلا عن صحيفة رياتو الإسبانية أن دون هدد بالرحيل من نادي الملكي الصيف المقبل في حال عدم تلبية طلباته علما أن اللعب يرتبط مع ريال بعقد إلى غاية صيف 2019 وأن أخبار المتخب الوطني نقرأ في نفسه اليومية أن يومية تشباك لعب بوردو حازم حاج حسن يؤكد تلقيه عرضا رسميا من الاتحاد الجزائري لكرة القدم من أجل الانضمام للخضر في المرحلة المقبلة علما أن اللعب يلحدر من أم جزائرية وأب تونسي ولعبالي المنتخب الأولمبي التونسي إلى أن اللعب أكد أنه منزعج جدا من سوء تعامل مدربة سابق لمنتخب ماهر الكنزاري معه في الكثير من الأحيان وهو ما يفسر رغبة رئيس الفاف محمد راوراوة في خطفه صحيفة لوبيتورغ النطقة بلغتها الفرنسية أكدت بقاء رئيس الفريق عشور بطروني على رأس ملودية الجزائر من أجل تحقيق الهدف المسطر في نهاية الموسم وهو اللعب على إحدى المراتب الأولى والمنافسة على لقب بعد أن كان قاب قوسيني أو أدنى من مغادرة الفريق بسبب الأحداث الأخيرة التي شهدتها تدريبات الملودية هذا وصرح بطروني أنه سيلتقي بمناجر كل من نغولا وروبنسون لفسخ عقديهما مع الفريق بعد الأداء الباهت صحيفة كومبيتسيون قالت أن مدرب شبيبة القبائل يسحب جرس طوارئ بعد الأداء السيء للفريق في مرحلة الذهاب الذي قد يؤدي إلى الكارثة إن لم يتم تحسين الأوضاع في الفريق وضف بيجوتا أنه يجب العمل أكثر في فترة توقف البطولة وشحن البطاريات وتدارك التأخر وتحسين الترتيب المسجل في الشطرية الأول من بطولة خاصة وأن الشبيبة عانت الموسم الماضي من شبح السقوط السقوط